وثيرة العمليات الإرهابية وتداعيتها في القارة الصمراء تعرف تسارعا ملحوظا نتيجة انتشار أخطار تنظيمات الإرهابية وامتداداتها في كافة أقاليم القارة ما استوجب على الحكومات الأفريقية شن حرب شرسة عليها هجوم بري وجوي شنه الجيش نيجيري لطرد المسلحين في عدد من القرى الواقعة على طول نهر يازرام في ولاية بورنو أدى إلى غرق نحو مائة إرهابي بشمال شرق البلاد أثناء محاولتهم الفرار أما هنا في الصومال فقد أعلنت قوات الجيش عن مقتل خمسين عنصرا من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والقوات المحلية وميليشيات الشباب في منطقة عيلي بمحافظة هيران التي شنت بها الميليشيات الإرهابية هجوما مباغتا حيث كانت القوات المحلية تتمركز هناك وحيث صدرت القوات الحكومية الكثير من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين إلى غرب القراءة تحديدا في الطوغو أعلنت السلطات تمديد حالة الطوارئ في منطقة صفانيس شمال البلاد لمدة ستة أشهر في إطار جهود محاربة التهديدات الإرهابية وفي سبيل ذلك دعا الوزير الطوغولي المسؤول عن الأمن يارك داحمان إلى الحفاظ على التعاون بين السكان وقوات الدفاع والأمن وبالقرن الإفريقي أعلنت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان أن أكثر من ستين شخصا لقو حتفهم وأصيب أزيد من سبعين آخرين نهاية الشهر الماضي على أيدي مسلحين في عدة مناطق بمحافظة هورو جودرو التابعة لإقليم أوروميا والتي نهبت بها منازل ومواشن خلال هجمات إرهابية إلى وسط الغرب الإفريقي حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما هجم إرهابيون انفصاليون حافلة في منطقة ناطقة بالإنجليزية جنوب غربي الكاميرون وفقا لسكان محليين ومصادر أمنية وقال ضابط كبير بالجيش الكاميروني إن الحافلة غادرت كومبا وكانت متجهة إلى بويا عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية عندما تعرضت للهجوم في منطقة إيكونا صعوبة والحرب على الإرهاب تستدعي حسب مراقبين الإسرع في توثيق تعاون الأمني بين الدول الأفريقية لسيما عبر المثلث الحدودي بين كل من النيجروماني وبوركينفاصو وهو ما يعمل هذا الثلاث عليها